اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله بكل تفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى النظر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منها ويجعل كل العمل ان شاء الله خالص للوجه الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين اليوم طبعا ظهرت بصورة مباشرة انه اخواننا المعاشيين من لواء لمقدم لقير من الناس المعاشيين طلعوا بيان شديد اللهجة لأخون البرهان وفي بريد القوات المسلحة بخصوص الاتفاقية الجنيف الحمد لله رب العالمين والناس اكدوا انه ما فيه اتفاقية ولا فيه قعاد مع هؤلاء المجرمين الخوانة ولا فيه وجود اصلا لهذه الاتفاقية الفاشلة والحمد لله رب العالمين الوفد الامريكي الليلة مقدر يزول السودان لانه لقى الرفض تماما من القوات المسلحة الحمد لله رب العالمين بشريات كثيرة جدا اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى والليلة طبعا القوات المتمردة تترنح والان طبعا الاعلام مكسف جدا من هؤلاء المجرمين الخوانة بحاولوا بغدر الامكان يخلقوا لهم بطولات الحمد لله رب العالمين وانا اكدت للناس وفيه كثير من الناس دخلوا علي في بريد الصفحة وبتكلموا لي اخي انت حلفت طلاق وكيكل ظهر الحمد لله رب العالمين هذا اكد للناس الليلة في مدني ما كان في زول لا من المليشة ولا من القوات المسلحة من قياداتهم ولا عندهم 120 تاتشر ولا 10 عربات ولا 20 عربية داخلوا مدني ولا في اصلا احتفالات ولا في وجود لهذا المجرم الخايل المغتول الهالك الاسم كيكل لحد الان انا مصر ولحد الان الشعب السوداني حيصر معاي باذن الله سبحانه وتعالى وكل الناس الصادقين ان يعرفوا تماما ويأكدوا لي اي زول يأكدوا ليهم تماما انه الفيديو فيديو مفبرك وفيديو معدلين فيه التاريخ ومعدلين فيه اليوم نفس الفيديوهات الكان بيطلعها حمدتيه بداية هلاكه والكلام ده احنا قلناه واكدناه واجزمنا عليه ان حمدتي مات بداية المعارك بده يطلع له فيديوهات انه ده حمدتيه هو ظهر في المغع الفلاني وظهر للناس في الحتة الفلانية نفس المزالة الان منطبقة على كيكل انا اؤكد للناس واكد للشعب السوداني ذلك انه كيكل ميت كيكل الان من اعداد الموتى وكيكل تم دفنه بحمد الله سبحانه وتعالى مع البيشي الزولة دفنه مع البيشي ده كيكل نفسه الحمد لله رب العالمين والناس دياله الان رغم انه دخولهم السوقي ورغم انه البيعة تمت لهم في داخل السوقي ورغم انه الخيانة تمت لكن الان القوات دي تترنح تماما والحمد لله رب العالمين الليلة أعداد كبيرة جدا من الماليشة سلمت نفسها في كبري مايرنو والآن سنار بخير الحمد لله رب العالمين وأنا أكد للناس أنه سنار كلها ستكون بخير خلال اليومين المقبلين والحمد لله رب العالمين جيشنا الآن داخل الهلبة والحمد لله رب العالمين أخواننا في قوات العمر الخاص تم استلام أي واحد هوان كان موجود على مستوى قندهار والآن الماليشة انتهت تماما دارين يخلقوا لهم بطولات بإعلامنا المكسف بإعلام يا جوج وما جوج وإعلام منهم عارف عدد منهم بحاولوا أنه يظهروا قوتهم وأنه ده القائد وهذا تحرك والغائد جاء والغائد قام والغائد قاعد أصلا المزألة دي كلها احتبرني أنا كذاب عشان ما يجيني واحد يقول لي يا أخي انت حلفت وانت قلت احتبرني أنا كذاب اتصل الآن مدني مدني ما بعيد عليك ومدني عندك فيها أصدقاء وعندك فيها أحباب وعندك فيها ناس موجودين والسكان بتاعين ود مدني موجودين في ناس الآن موجودين داخل ود مدني أتصل لأقرب مواطن قل لا اسمع الليلة كانوا الجنجوي الدين المتجمعين في الصينية بتاعات مدني أزألوا قل لي الجنجوي الدين كانوا متجمعين في الحياة الفلانة وأي محل انت شايف الجنجوي الدين المتجمهرين فيه في مدني مدني دي ما غريبة عليكم كل الشعب السوداني الآن أنا متعب عني أكثر من 35 ألف في الصفحة دي واللايف ده حيتوزع للناس في كل المجموعات وحيتوزع في صفحات كثيرة جدا وحيتوزع في اللايف ده قل لي ياسين قال أتصل مباشر لي ود مدني كان قال ليك الناس دير الآن كانوا موجودين الليلة في مدني ولا أمس كانوا موجودين في مدني من محل ده قل لي ياسين انت طلاقك واقع وقلت حميت زود قلت كيكل ميت وكيكل ده الآن طلع حي وانحنا سألنا فلان الفلان وفلان الفلاني سألناه مباشر قال والله الناس دير فعلا جوج جمعوا داخل ود مدني ما في 120 عربية للجنجوي الدين ولا عندهم فزع ولا عندهم استخبارات بالكمية الآن الموجودة على مستوى المدني كله إعلام بتاع جنجا وإعلام بتاع كزب أنا بأكد للشعب السوداني مبارح أنا تكلمت عن البواخر بتاع الناس كلهم طلعوا ونغدوا قبل ما يعرفوا الحاصل ناس كثيرة جدا قبل ما يعرفوا الحاصل في بورسودان إنه أتكلمنا عن بواخر جات وكفت في مينا بورسودان قبل ما تستأذن من الجوازات والجوازات تستدعو الاستخبارات والاستخبارات قالوا احنا ما عندنا علم بذلك واستدعو الجيش السوداني قالوا ما عندنا علم بذلك لكن طلع التنسيق مع القيادة فوق مع أخونا البرهان وقيرو من القيادة الهلة من قيادة مجلس السيادة فوق على مستوى أخونا البرهان وإبراهيم جابر وقيرو كانوا عارفين تماما إنه البواخر دي دعم للجيش السوداني والليلة طبعا ظهروا الحمد لله رب العالمين وطلع القائد البحري بتاع أريتريا وتكلم وطلع القائد بتاعنا نحن بتاع البحرية وتكلم الحمد لله رب العالمين دي كلها بشريات الآن الدول دي كلها عارفة تماما إن الجيش السوداني في الميدان منتصر تماما أخوانا في الفاشر الآن الليلة مشطوا كل الأحياء بتاحت الفاشر أخوانا الآن الليلة تماسيح بحضبية وبيض بعد ما تكلمنا عنه وما تكلمنا عن القائد بتاع بحربيض الليلة تحركوا الآن في الهلبة الجيش الآن موجود في الهلبة الحمد لله رب العالمين وتم ضرب بكل القوة التي كانت موجودة على مستوى العلاق الشيخ الصديق الحمد لله رب العالمين وذلك الفضل من الله الآن مدرمان دي شبهي نطفة تماما أنا بأكد للناس بأكد لهم إن الجنجوي الدين الآن في أضعف حلقاتهم والجنجوي الدين الآن في أضعف هوانهم ومع عندهم أي غايدة الآن قاعد يقودهم رغم إنه جلحوا الآن هم ماسكنوا ماسكنوا باعتبار إنه بيتحققهم معه كاستخبارات بتاعة الماهيرية الآن بيتحققهم مع جلحة ماسكنوا تماما ما عنده أي فرصة لأنه زول الآن ماسكنوا في غامة جبرية نازل الآن أنتهوا تماما كيكل ده بنسبة لنا من عداد الأموات خلاص لو حتى مهما جابوا فيديوهات مفبرقة وجابوا فيديوهات غبشة وجابوا فيديوهات تشوف فيها الجنود صغار من بعيد وجايب إنه يتكلم واقف ورغم إنه أخواننا شالت فيهم بعض الكلمات بتاعة كيكل وشالت فيهم إنه الزول ده ظهر فعلا في ود مدني أخونا ناصر مختار وكل الأخوان الآن الموجودين اللي تناولوا القضية بتاعة كيكل أتصل ود مدني أحتبرني ما صادق أتصل ود مدني وقولي أخواننا الكيكل ده فعلا ظهر في ود مدني ولا ما ظهر قال ليكم ظهر في ود مدني أحتبروني من يوم الليلة ده أنا نتمنى نتمنى من الله سبحانه وتعالى ومنكم أنا ما دائر متابعين ولا دائر مشاهدين ولا دائر ناد عشان يقولوا ياسين قال لكن من محل لكم ده قولوا ياسين قال كل الشعب الآن والناس المتابعين في الصفحة أكثر من 35 ألف لو كيكل ده ظهر ليكم اليوم الغيامة حي أضلقوا المتابعة كلكم أي جنجوي داوي قاعد في الصفحة دي وأي واحد هوان قاعد في الصفحة دي بحاول أن يستفز طوالي ألغي الصفحة الجنجوي ديلة الآن انتهوا تماما على مستوى السودان انتهوا تماما على مستوى فاشر السلطان انتهوا تماما الجنجوي ديلة الآن كيسين للحاجة شعرة معاوية وكيسين لحد الآن كيسين لهم لقشة عشان تنقذهم من الآن الورطة الآن الواقعين فيها الشرق بتاع مزيردون الواقعين فيه أن نحن محتاجين الآن الشعب السوداني حركة بسيطة جدا بنسبة 1% من الغوات المسلحة الموجودة على مستوى سنار من الغوات المسلحة الموجودة على تماسيح بحربيض وأخصم بالله العظيم وجلاله الكريم لو الجيش السوداني الآن الموجود في بحربيض والجيش السوداني الموجود على مستوى سنار وجيشنا السوداني الآن الموجود بس العدد البسيطة لو اتحركوا بنسبة 1% أخصم بالله العظيم مبتقوا لجن جوداوي لا في سنار لا في مدني لا في الخرطوم لا في أي موقع من المواقع الناس دي الآن تشتتوا ناس دي الآن ما عندهم أي قيادة ناس دي الآن ما عندهم موجود على أرض الواقع والكلام ده أنا بقوله وبأكده أخصم بالله العظيم الجنجوي الدين الآن ما عندهم موجود على أرض الواقع حركة بسيطة جدا من الجيش السوداني وحركة بسيطة من المغاومة الشعبية وحركة بسيطة من كتائب البراء بن مارك أخصم بالله العظيم خلال أيام فقط تسمع بأن الجنجوي الدين نطف تماما وأمريكا دي ما بتتحرك ساكت والجنيف ما بتتحركوا ساي الناس الموجودين هناك والتقدم ما بتتحرك ساي وكل الهوانات دين ما بتتحركوا إلا بعد عرفوا أن الجنجوي الدين الآن أنتهوا يعرفوا تماما أنه كيكا المات اغسم بالله العظيم وجلاله الكريم كيكا المات لو أي زول عنده كلام غير ذلك من محلق ده أدينا الدليل المباشر والتلفون مباشر الليلة مش الليلة ظهر الفيديو كل الناس عرفوا ان الفيديو ظهر في ود مدني والناس كلهم دخلوا ليه في الصفحة ودخلوا ليه اخواننا كثيرين وانه يا اخي الجنجويد ديال حشان ما تنهز ولجيك اي نفسيات يعني غير ذلك من محل لك ده اتصل الود مدني ما بعيد عليك اتصل المناقي اتصل اي منطق وقولون يا اخواننا فيكم زول عنده زول في مدني يا اخواننا الان في زول من الجنجويد ديال كان بيتحاوم من كيكل ولا غيره من قيادات الجنجويد هم زاتهم وين موجودين اصلا عشان ما يقول لك ظهر في الصينية بتاعتها المركزي ومعارف صينية الود مدني وظهر معارف في السوكي وظهر في زنار وحندخل سنار ده كله وهم ساكن وكله اعلام بتاع الجنجويد كذابين منافقين وقسم بالله العظيم محتاجين لحركة بسيطة انحنا من الناطق الرسمي اسمه الغوات المسلحة محتاجين لتوضيح للشعب السوداني الان الاتفاقية القائمة على مستوي جينيف يوضحه للشعب السوداني اخونا البرهان توضح للناس ان الدار يدور البحثة لان المؤامرة كبيرة على الشعب السوداني الحمد لله رب العالمين احنا انتهينا من كل القوة والان بدت النفوس بتاعت الناس تهتز على مستوى الناس الداعمين للقوات المسلحة بدت نفوسهم تهتز وبقت صيغتهم في الغيادة تهتز بزات في الربيع وفي الزولة الاسم سامي الطيب وانا اول الناس انه بتكلم عنهم هؤلاء الناس الموجودين الان على مستوى القيادة محتاجين منهم حركة بسيطة جدا الشيء الثاني نتمنى انه الاسلحة الجابتة لنا اريتريا لهم التحية اخوانا في اريتريا لهم التحية خاصة جدا الاسلحة الان اللي وصلتنا عبر البواقر الاريتريا نتمنى انه تتوزع للمستنفرين ولكتيب المقاومة وللناس الوطنيين الان القاعدين يدابع مع الجيش السوداني الجنجويدة الان موجودين دين لا يمكن ولا يعقل العشرين عربية يجيو حاصل يقولوا استلمنا السوكي وهم عشرين عربية فقط لا يمكن ولا يعقل انه خمستاشر موتر ولا عشرين موتر يجيو هاجموا سنجة ويقولوا ان احنا استلمنا سنجة لا يعقل المزألة دي كلها نحن مقدور عليها الحمد لله رب العالمين والجنجويدة الان انتهوا على مستوى بحري وعلى مستوى الامدرمان وعلى مستوى ما في حاجة زمان عندهم مضادات الطيران وعندهم العربات بالالاف وعندهم المية وعشرين تاتسير زمن حمدتي كان موجود ما كان عندهم مية وعشرين تاتسير زمن حمدتي كان موجود ما كان عندهم القوة اللي بتكلموا بالليلة اللي بيقولوا ان احنا الآن عندنا مية وعشرين عربية زي ما قال كيكل بالكلام القديم لانه الفيديو ده انا شاهدت قبل كده وشاهدت قديم وحاولوا انهم يغبشوه يحولوا التاريخ بغضر الامكان والمزألة دي مقدور عليها عشان الناس ما تفتكر انه المديني لدي اي حاجة بتحصل فيها هذا جدا ممكن يغيروا التاريخ ممكنًا يرعبوا صوت الزول ممكن يتكلموا يجيبوا الزول بيؤشر بعصاته في نفس الوقت ويتكلم في زمن آخر يجيبوا لك إنه بيتكلم في نفس الزمن عادي جداً المزألة دي كلها الأمارات قادرة عليها المؤامرة كبيرة جدا المؤامرة على شرق السودان كبيرة المؤامرة على غرب السودان كبيرة المزألة دي اكتملت أركانه كلها لكن الحمد لله رب العالمين الجيش السوداني قدر يكسر جناحين كلها أولاد المجرمين القوانة بين المقاومة الشعبية الآن الشقالة والمستنفرين الآن الشقالين إذا كان الناس فرحات ودى العمدة عشر ولا خمسة عشر شخص ولا عشرين شخص فقط بيمشوا بنظفوا جبل سقدي الآن جبل الموية ما فيه جنجويد كثيرين الجنجويد الموجودين على مستوى جبل الموية ما بجيبوا عشر عربات الجنجويد الآن الموجودين على مستوى سنجة وعلى مستوى السوكي ما بجيبوا عشرين وثلاثين عربية ما تسمعوا الهلع والفزع وكذب القاعدين يمارسوه ناس والكذابين ناس الزور المجرم الاسمه عمر جبريل والمزألة دي كلها مزألة بتاعت كذب ونفاق اخصم بالله العظيم مزألة كلها بتاعت تعديلات وتعديل في الفيديوهات وتعديل في الكذب والنفاق دارين بغادهم كان يخلق لهم بطولات بيتقاعس الجيش بتاعنا ويتهاون الجيش بتاعنا انحنا لو اتحرك بين نسبة واحد في المية او اتنين في المية ابشركم اخصم بالله العظيم الجنجوي ده المبكون في واحد على مستوى السودان الحمد لله رب العالمين الآن نحن في قمة الحمد لله رب العالمين الانتصار والحمد لله رب العالمين نحن الآن مسكين certain ze mamo المبادرة على مستوى السودان وعلى مستوي الهاتف السودان المختلفة وكل الكلام الآن الزوبعة قاعدين تسمعوا دي كلها زوبعة فرفرة بتاعت مزبوع لأنه الناس ديل فقدوا كل غياداتهم على مستوى الميدان فقدون تماما كلهم عبدالله يقوب مشى لداين يا زايل زايل نعيم كابض الرحيم دقاله هاري ابو toxic كل الآن نظيفة تماما من هؤلاء المجرمين Babe كل ولاية الشمال دارفور بما فيها الحدود كلها في ضحة الولاية الآن في يد المشتركة تماما الحمد لله رب العالمين والناس شيغالين فيهم نظافة وشغالين فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى في ولاية ولاية كلها ستنضف بإذن الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المجرمين الخوانة محتاجين لي بعضها لبس الآن الدائر على مستوى القوات المسلحة حتى ما يفقد المصداقية من الشعب السوداني والناس الآن بدوا يتكلم عنهم وبعض الليفاتية بدوا يتكلم عن وزير الدفاع موقعه الآن من الحرب الآن الموجودة ما في وزير الدفاع على مستوى الحرب الآن الدائر لا نعرفه ذاته اسمه منه ذاته لا نعرفه ولا شيء في أنه قاعد يطمن الناس رئيسها يتنقى المشتركة الآن الموجودة باعتبار أنه زول المتراخي الزولي الاسم هو نبيل عبد الله زول المتراخي محتاجين للإعلام القوات المسلحة بصورة مكسفة لا بد من أخونا البرهان الآن يتم تغيير شامل الآن على مستوى القوات المسلحة القوات الميدانية الآن الموجودين وقيادات الفرق الموجودين جزاهم الله خير قدموا ما قدموا شد ما نتهمهم بالخيانة ونتهمهم بالخيابة ونتهمهم بأنهم متقاعسين الناس دين ما قصروا جزاهم الله خير قدموا واتهدوا وبرك الله فيهم ما قصروا لكن دارين نحن قيادات بديلة ودارين دماء حارة بإذن الله سبحانه تعالى في أرض المعارك على الأقل الآن إحنا ننتصر ونشوف الشعب السوداني ده دائر الجيش السوداني يدخل الدندر دائر الجيش السوداني يدخل سينجا دائر الجيش السوداني يدخل سنار دائر الجيش السوداني يدخل السوكي ما دائر إنهم كلام بتاع خطط ولا إحنا إن شاء الله متقدمين وماشين وفي نفس الوقت هم قاعدين يزرعوا في الناس في الإشاعات وفي الكذب وإنه إحنا منتصرين والآن قاعدين في الموقع الفلان الآن أنا الرسالة دي ده أرسلها كل الناس من محلكم ده اي زور يا اخواننا عندك تلفون اتصل حشان ما تجي تقول لي اخي انت كذاب ولا تقول لي تتجي تخش لي في الصفحة لان انا قاعد ابلك عدد كبير جدا من الناس وقاعد اصفي الصفحة دي تماما من اي هوان ومرتزق ومجرم وعميل وخايد بيفتكر نفسه انه يعني وطني بالكذب ويجي يقول لك يا اخي انت كذاب ده دار يخويننا ان احنا دار يخوين غوات المسلحة دار يخوين المستنفرين دار يخوين الناس الان موجودين في ارض الميدان المزألة دي كلها لان احنا نتكلم باسم الغوات المسلحة ونتكلم باسم الجيش السوداني ونتكلم باسم الشعب السوداني ونتكلم باسم المقاومة الشعبية الان الموجودة على مستوى السودان قاعدين نتكلم باسمه وقاعدين نجيب من جوه من محلك ده اتصل الكيكل ده اتصل مش خلاص ظهر كيكل اتشفت الفيديو بعينك خلاص اتصل من محلك ده مدني كان واقفين في الصينية اتصل طوال للصينية كان واقف الساعة كم العصر نعم اتصل السلام عليكم مرحب صحيح كانوا فيه كيكل دم موجود على مستوى الصينية معه اكتر من الف عربية 120 عربية بتاعت استخبارات لو قال ليك كانوا فيه موجودين ثلاثة انفار فقط من محل لك ده الغي المتابعة وقل ليه انت مصادق لكن ما تبقى زول قحاتي وزول هوان وزول سجمان وتجيب غدر امكان تحاول تخويم بالكزب في نفس الوقت بدون انت ما تزأل وبدون ما تعرف الحاصل مبارح اتكلمنا عن البواخر بدون ما تعرف الحاصل بدون ما الواحد ما يزأل بدون ما يزأل بس بورسودان يحاول يتصل حتى وصلنا مرحلة نحن جبنا من المصدر مباشر المصدر بتاعنا حتى خش علينا وشاكلنا في الخاص كيف انه يا اخي تجيب الكلام ده تجيبوا بطبانته اتكلمنا انه في بواخر جات اربع بواخر قطع حربية نزلت في بورسودان الناس كلهم قالوا الكلام ده ما صحيح في نهاية طلع الكلام صحيح الليلة بدوا حاولون يدولوه حاولون الناس يشروه وحاولوا بقدر امكان يجيبوه مباشر بتكلم غاية البحرية الارترية وغاية البحرية السودانية جابوا الكلام مباشر انحنا كلمناكم صفحتنا دي اصدق منا الا كان الاناظول التركية والاناظول التركية زاته ما اصدق منا اخصم بالله العظيم من جيب اي معلومة من جيبه من اكده من نسبة 900% اكدنا كيكل مات اخصم بالله كيكل ده تاني لو ده قلوت ده مقرعة شفت كيكل ده اخصم بالله العظيم تاني لو جابوا له وشفت الا كانوا في الصور من جديد ويقوم بعدها يجي يقول لكم انه ده انا كيكل لكن اي فيديو مغبش ولا فيديو يجي وليك الزول من بعيد مصيرونه من بعيد ولا فيديو تشعر بالصورة كده الحركة فيه ما طبيعية اعتبر تماما انه الفيديو ده ما صحيح وازأل طوال من موقع الفيديو بعدها بتلقي انه اذا كان الفيديو صحيح ولا ما صحيح انت ما عليك الا تلغي المتابعة ما جزاك الله خير مش الصفحة دي شعر طبعا ما عجبتك الغي المتابعة على طول امشي عم بتكلفك حاجة لشان كده نحن بنقول لك كلام متأكدين منه بالنسبة مية في المية نحن الليل قاعدين نتكلم عن الجيش السوداني نتكلم كله من باب الوطنية ومنكلم من باب الحماس ومنتكلم من باب انه يقيفوا بقوة مع القوات الان المساندة ويقيفوا بقوة مع الشعب السوداني لان الليل عندنا مناطق بتستباح وبتستباح من خمسين نفر خمسين نفر خمسين نفر خشوا منطقة جنوب الجزيرة بتبعد من الجزيرة والدلعشة منطقة الدلعشة بتبعد من الجزيرة مدني ثلاثين كيلو دخلوا مبارح بعد صلاة العيشة وحاولوا انه يخنقوا النسوان داخل منطقة الدلعشة عشان يورنهم محل الدهبين وهم خمسين نفر فقط لا ناس الحل الموجودين قادرين يقاوموهم ولا في جيش دخل لهم عشان يقاوموهم خمسين نفر الجنجويد ديل بيجوا داخلين لانهم منتحرين بيجوا عشرين نفر بيجوا تلاتين نفر بدخلوا المنطقة بحاولوا انوا يستبيحوا المنطقة لا يمكن اكتر من عدد الاف الرجال موجودين على مستوى المنطقة والناس المناطقة الحولهم يجوا 60 موتر 20 موتر فقط راقبين فيه النفر واحد نفر واحد يجوا يدخلوا الغرية ويستبيحوا القرية ويخمقوا النسوان ويذنوا النسوان ويختصبوا النسوان ويسرقوا الدهب ويتقعدين في القرية wahتقدين تدقوا النازل حتى لو بفوزها حتى لو بعصايا حتى ما عندهم حاجة ما تسمع كله ناس حرامية والحرام دايما في رأسوا في ريشا وخوافين أخوف ناس وأجب الناس وأكثر نسوان أخصم بالله العظيم أكثر ناس من قوم اللوط الناس اللي تسمون الجنجويذ الآن ديل كلهم تابعي لقوم اللوط كلهم من يا جوج وما جوج كلهم اخصم بالله العظيم كلهم كلهم تابعي لغو ملوط عمر جبريل كلهم يتقطقوا زي النسوان اخصم بالله واحد زي اخته مما يمسكو الواحد يبقى زي البيت الليلة ما اسكنهم كم نفر ما اسكنهم نظوات العمل الخاص الواحد يمسكوه يبقى زي البيت ما تسمعوا الكذب والهلعدة ما في اي حاجة الناس لا بد من اي معلومة انا احنا جبنا لك في الصفحة دي ما تجد كذيبة طواري امشي ازال منها خلاص نزلنا لك انت شعرت بالمعلومة دي انه غريبة عليك انت في راسك ما في وما عارفها لانك انت ما عندك مصادر ولا عندك قوة انا عندي اكتر من 256 جموعة بتاعت واتساب 256 مجموعة في اكتر من 156 مجموعة دي جيش كلها تابع للقيادات وتابع للدفاع الشعب زمان وتابع للناس المجهدين جنتهم انا من اطفال كلها موجودين معاي في التلفونادي موجودين معاي في الواتساب بتجي المعلومة مباشرة الليلة حاولت بقدر امكان اتحقق واتحرق من الفيديو بتاع كيكل اطلع للناس وظهر للناس في ود مدني اقسم بالله العظيمة اتصلت مباشر واحد من داخل الصينية بتاعت المركز بتاعت الواد مدني قال لي والله ولا تاتشر واحد بتاع الجنجويات هنا ما فيه ولا تاتشر واحد ما فيه ما في اي غاية بتاع جنجويات جلافي ولا دي كيكل ولا غيره ما فيه ولا زول المزألة دي كلها مزألة بتاع فبركة وأي زول يجي تكلم إنه كيكل حج ما عليك إلا تجيب لينا صورة مباشرة يطلع في لايف مباشرة زي لايفيدة الآن أنا بطلع مباشرة وبكرة بطلع لايف مباشرة بشوف بعينك إنه يهود أنا بتكلم معاك مباشرة وبقول ليك أنا موجود كيكل ده صورة واضحة جدا أكتر زول بيكون واضح بيجيبني خرين وظاهرات بيجيب وشو ظاهر بيتكلم بصورة قريبة جدا بيقرب المايق ليهو بيقرب الفيديو ليهو إنه نحن يهود موجودين دخول سنجة كان حقيقة دخل الفرقة 17 سنجة كان دخول حقيقي ومعاهو البيشي وبتكلم وشايفينه نحن داكو بتكلم بعد جغم البيشي وجغمهو معاو القيادات الـ 32 ناس دي المشو لي دونية زائر وزائر نعيمك وكلهم مدفونين الآن تحت التراب ومعندهم حاجة غير الناس يدعو ليهم بجهنم بإذن الله وبإسا المصير بقدر ما قدموه على الشعب السوداني لكن الآن كونه يجيب لك كيكل في فيديو مباشر ولا يجيب لك 120 تاتير وين الجنجويذة عندهم 120 تاتير وين مكان وين هم في المصفة ما عندهم 120 تاتير في دارفور الآن رضعين زاته بلدهم الآن ما عندهم فيها 120 تاتير الأمارات وقفت منهم الإمداد الجيش السوداني بيقاب يدق أي إمداد إذا كان نحن مندق 20 نفر 30 نفر موجودين على العلقة الشيخ الصديق في فكرك إنه 120 تاتير موجودة في الصينية بتاعت المركزي الناس رابعين الإحداثيات بتاعاتها معروفة يا هدي واقفة الطيران السوداني ما يشوفها يعني مثلا ولا الاستخبارات مجايب لا خبر وإحنا مدني كلها جوه عندنا استخبارات ومدني كلها بالنسبة لدينا جوه مباحس ومدني كلها بالنسبة لدينا جوه الآن الجيش كلها جيش كلو لابسين زي يوم واحد لابسين معهم كدمولوا مدازاته قاعدين جوه إحداثيات كلها بتكون مارة على الناس فالناس ما تطمئنوا الناس متن غش ساكت والناس متن غضع بالفيديوهات بتاعت الهوانات دين من بداية كيكل حميدتي اول ما يوم مات بدو طوال يصوروا في الفيديوهات بتاعت حميدتي انه دا حميدتي ظهر الان في القصر الجمهوري معرف حميدتي ظهر في البوقع الفلاني في النهاية طلع زول كومبارس طلع ما في حاجة سيم حميدتي وزول ميت وجابينه ليكم بالتاريخ بنفس الكلام اللي بتكلم عنه كيكل دا انا كذا فتكر انه الناس حقه اه يعني اه الان انا الوضع مطمئن تماماں انا بشر الشعب السوداني انه الان الوضع في ايد القواتة المسلحة والي ايد ال الوضع الان على ايد القواتة القواتات العمل الخاص والوضع الان اقول لاي في ايد قواتة عمر الخاص كل قواتة العمل الخاصة الآن مسيطنين تماما حتى على مستوى السوك الان اللي بقولوا هون قاعدين فيها دي قelongر م регون مرقوهم مننا مرقو جنجدر مرقو مننا اقول شم بالله العظيم الآن هن في كماشا ما قادرين يتخارجوا منها اي واحد قاعد جوا السوكي تغصب بالله العظيم ده الطريقة بس تخارجه من السوكي من قوات العمل الخاصة الآن اتدخلوا لهم وقاعدين معهم جوه الآن جوه السوكي. انا بشر الشعب السوداني وطمئن السعب السوداني انه ما في اي حاجة من الهلع والفزع دي. اتنين الاتفاقية بتاع الجنيفة الآن قاعد يتكلموا عنها الناس والضغطة الامريكية على الشعب السوداني. الناس دي لضغطين بقدر الامكان دارين يقسموا السودان. بقدر الامكان دارين يفككوا الدولة السودان. ده قدر ان كان دارين يكتمل المؤامرة حقتهم ضد الشعب السوداني لانه بيعتبرو كان يوم من الايام مستعمرة حقتهم. ازا كان بريطانيا ازا كان اوروبا ازا كان قيرو من الدول العميلة. لكن الحمد الله رب العالمين بسبات ووقوف اخواننا في القوات المسلحة. وبوقفة اخواننا الآن في قوات العمل الخاص. السودان ده بيقالون اخطر من الصومال. وبيقالون اخطر من اليمن. وبيقالون اخطر من افغانستان. اخصم بالله العظيم. لو دخلت المارنز على مستوى السودان ولا جاء اي قوات دخلوها السودان. القوات دي تاني ما بتطلع من السودان. الا تطلع جنيس. الا تطلع بازن الله سبحانه وتعالى في مغبرة. تكون لهم مغبرة تاريخية. هون عرفوا تماما الكلام ده. وعرفوا ان الجيس السودان ده اقوى مما يستهام به. اقوى من ما يتخيل عقلوم. عرفوا تماما ان الجيس السودان ده ممكدور عليه. ما في طريقة إلا يخيفون بالاقتصاد ما في طريقة إلا يخيفون بجنيف والقيادة بتاعتنا الآن الموجودة بقيادة البرهان خلى كل العمليات العسكرية والتخطيط العسكري بيقوا شقالين في العمل السياسي وشقالين في إنه يردوا في المجتمع الدولي دارين يقعدوا في جنيف الآن الحمد لله رب العالمين قدام المحاربين الموجودين على بستوى السودان والناس النازلين معاشات من ضباط كلهم عندهم خبرات متراكمة بستوى الغتال رسلوا رسالة وبيان قوي جداً لأخونا البرهان إنه ما يقعد ذاته معاهم ولا يقعد في جنيف ولا يقعد في محل الآن وبشر الشعب السوداني لا في جنيف لا في اتفاقية لا في حاجة بيتم لا في دولة لا سويسرة لا عفن ما في أي دولة بإذن الله سبحانه وتعالى يتم معايا اتفاق ولا وقف في إطلاق النار ذاته ما بتم ما في وقف في إطلاق النار لأنه الناس دارين بقدر إمكان يوقف في إطلاق النار عشان على الأقال يقول الغوات المتمردة الموجودة الآن في سنار وفي الضعين وفي الفاشر وفي خير وفي الجنينة والمناطق دي أن يكونوا موجودين في مناطق سيطرتهم دهرين يقولوا كلام ده أن يكونوا موجودين في مناطق سيطرتهم بعد شوية يقول لك يكسيموا لهم الكلام ده كله بيقى معروف للشعب السوداني والشعب السوداني بيقى واعي تماما والشارع السوداني بيقى واعي والمثقف السوداني أكبر من المثقفين بتاعنا العالم كلهم الحمد لله رب العالمين والناس عارفين المؤامرة الكبيرة جدا قاعدة تحاكى الآن ضد الوطن لا بد من الوقفة المانعة ولا بد من الوقفة الشرسة جدا مع أخواننا حتى تبقى من قوات مسلحة الآن الموجودين إذا كان ربيع إذا كان سامي طيب برضو أنحنا مهما خوناهم وتكلمنا معهم في إطار الإدارة فقط إنهم ناس أخوان وناس كاربين وناس قيادات وناس قوات مسلحة لكن بس في إطار الوضع الإداري الآن الموجود على مستوى الدولة إنهم خلاص جزاهم الله خير قدموا ما قدموا لكن لا بد من دماء حارة لا بد من دماء بتاع العقدة مقدمين ناس يكونوا لا بد من البل الناس دينا نحن محتاجين للبل محتاجين للبندقية البندقية المحتاجين لا محتاجين للسناي محتاجين للثلاثة وعشرين محتاجين للدوشكات محتاجين لسلاح نفس السلاح بتاع هؤلاء المجرمين الخوانة لأنه الليلة بعد واجههم نفس السلاح بتاعهم على مستوى فاشر السلطان الناس دينا انهزموا بعد واجهناهم بنفس السلاح بتاعهم على مستوى الهجانة الناس ديلا نهزموا واجهناهم بنفس السلاح بتاعب على مستوى الخرطوم الناس ديلا نهزموا الآن الناس ديلا بدون غيادة ما عندهم غيادة لا في دار فورو لا في شرق السودان ولا غرب السودان ما عندهم غيادة غيادة الآن تقودهم لقدام ما عندهم ملايش حرامية مجرمين قاعدين يسرقوا والناس إن شاء الله مقدور عليهم أنا أطمن الشعب السوداني لا في فيديو بتاع في كيكل لا في فيديو بتاع حميتي لا في فيديو بتاع واحد من قيادة الهوانات ديلي صار يوم من الأيام بعشرين عربية ولو ثلاثين عربية ولا مدني فيها مئة وعشرين عربية تسمع الزوبعة والكذب والنفاق نظر ربنا سبحانه وتعالى عين الناس ووفق الناس بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا باقي على حليفتي لحد الآن وليوم القيامة بكون مصير عليها إنه كيكل مات وشيبي موت ولا في كيكل ولا في زول موجود أتصل مدني الآن دق تلفونك بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا أفلان أنت في مدني نعم الليلة في مئة وعشرين عربية كانت شلصينية بتاعت مدني بقول لك كيزب ما في أتصل بس عشان ما تبقى الحكاية فيها بعض اللبس والكلام القير مجد يعني نظر ربنا سبحانه وتعالى عينكم وفقكم وخواني الكرام تربروا تحياتي دوما يا سين البشير ونلتغي إن شاء الله جزاكم الله خير وبرك الله فيك